اللي أنا أقول لكم عايزة أقب شوية عند الشيك اللي استلموا النادي الأهلي من اتحاد الأفريقي النهاردة الأهلي تلقى شيك قيمته 900 ألف دولار من اتحاد الأفريقي دي باقي مستحقات النادي الأهلي عند الكاف فيما يتعلق طبعا بالجائزة المالية المرتبطة بمشاركة الأهلي وصوله المباراة الهائية في دوري أبطال أفريقي طبعا يعني إجمالا الأهلي يعتبر أكتر نادي في أفريقيا بيجيله مرضود مالي نتيجة الجواز في البطولات اللي بيشارك فيها لكن لما تيجي تقيز بصراحة يعني أنا مش هقارن هنا بقى بأوروبا يعني أنا كنت بقارن شوية من أوروبا قلت ليه ما نقارنش نفسنا بأوروبا لكن طبعا أنت بتكلم على مسابة شامبينز ديج في أوروبا أرقام فلكية مش بس البطل والوصيف أنا بكلامكم على المشاركات وكل فريق بياخد في مقابل كل مباراة بيلعبها بداية من دور المجموعات أرقام فلكية كسب خسر بداية ملاعب المرحلة بتاعة دور المجموعات بتخشوا له أرقام فلكية كلها نتكلم في سبعة صفار يعني معظم الفرقة اللي بتشارك في دوري الأبطال الفرقة الكبيرة بتاخد سبعة صفار وانت طالع وصولا للبطل بتكلم في حوالي ريال واخد من حوالي 137 مليون يورو في الموسم الأخير نتيجة تتويجه ببطولة فطبعا ده بينعكس بشكل كبير جدا على الكرة وعلى الاستثمار وعلى الدعاية وعلى الرعاية وعلى آخر بكلمة على أنه بطل أفريقي أو الفريق بيوصل لنهائي بطولة أفريقي ياخد 900 ألف دولار أو مليون دولار أو حتى 2 مليون دولار لا يقارن مش هقول بأوروبا بقى لا يقارن بحجم إنفاق ويمكن أهل يوضح ده يعني بعد الملابسات المرتبطة بنهائي دوري الأبطال والأهل يتكلم في ده إنه الجوائز أصبحت لطليق بحجم التكلفة مش بحجم البطولة بحجم التكلفة اللي بتتكبدها خزائن الأندية اللي بتشارك في البطولة دي خدوا بالكوا أفريقيا قارة كبيرة شاسعة لانتقالات فيها الصفر المعسكرات الإقامة الإصابات العلاج كل ده تكلفة كبيرة جدا على الأندية وبالتالي الأرقام دي طبعا هتتغير يعني الانتحاد الأفريقي أعتقد بداية من الموسم اللي جايز سوبر ليج بنتكلم في تقريبا 11 مليون دولار للبطل إلى حد كبير تعتبر نقلة نوعية آه طبعا مش رقم كبير قوي لما تيجي تكلم على نادي بيصرف على صفقاته مثلا نص مليار مثلا في السنة مكافآت ورواتب وعقود وويل آخر وبتتكلم على إنه 11 مليون دولار في النهاية برضو ما يبقاش رقم لكن بالتأكيد هيكون أفضل بكتير جدا مما كانت عليه الأمور في الصادق ترجمة نانسي قنقر